السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخواتي اليوم فيديو مغاير ما فيه لأشخالية دوية لولو اليوم جبت لكم مجموعة من الأحشاب يعني تناولوهم في الأيام تعل عيد الأفحار المبارك ان شاء الله ببلغنا اياه يعني مفيد هذا العلاج الولدات يعيد تديرها يعني من سنين عديدة يعني مشغل هذا الأحشاب عدة أحشاب انا فقط بغيت نذكر لكم هذا الأحشاب اللي كانوا متواجدين عندي في البيت ان شاء الله تعرفوا أيام تعلها العيد يعني لما تناولوا اللحم الناس يجيها اسهل الناس يعني كي لقربه يطلع منها كما الشحوم هذي يعني هذا مفيد جدا طيبوا يعني الأولادكم الكبار يعني اللي صار مفيد جدا خصوصا للمرضى اللي فيهم السكاري ولا اللي فيهم اللي فيهم اللي فيهم اللي فيهم اللي فيهم يعني كل سأل الأمراض حتى الأصحة يعني يقدروا يتناولوه وليبغى يعني يبحث على كاشة وعشبة من هذو يشوف في الانترنت ويبحث ويقرع عليها ويشوف فوائد وحا وان شاء الله تستفادوا العشبة الأولى هذي عشبة على الشيح هذي عشبة الشيح هذو كلهم عشاب يتبعوا عند العشاب ولا العطار وهذي العشبة الثانية عشبة مشي زعتر مشي زعتر مشي زعتر هذي اسمها زعترية وهذا العرعار هذو كلهم عشاب يعني ملغابة يعني عشاب روعة وقشر رمان ولا زعتر هذا الزعتر سمحولي ما نعتلكم نصفوا كل هذا نصفهم العيد يعني تغسلوهم مرة أو اثنين من هذك الغوبار تغسلوهم بزاف يعني وديروهم نصلي طرات عامة بعد ما تنصفوهم وديروهم في وسط الكسرونة أو إبريق تحشاي يعني يكون عندهم مقديم طيب وفي الأعشاب وديروك كل هذي الأعشاب للشيح للزعيترية للقشور تعرموين للعرعار ديروها كحفنة حفنة والغاية طيب يعني يقارورة ويسخن كل وقت ويديرها في قارورة زجاجية احتفظ بها في الثلاجة نخلوها الطيب بمدة عشر دقائق قلت لكم نديرو فيها نصلي لتعمى ونغطوها باش زوت هذو كل العطريات على نباتة زوت الطيار أو على بريش يعني متخص في الأحشاب وديرو لها غاية الأفضل وتخلوها الطيب على النار هادية عشر دقائق فقط وكي يبرد تصفوه في الصفاية الوريدة تصفقتني وطيباته ما ورد لكم يعني كي طاب كي كان في اللي كسر هنا تصفوه وديروه في القارورة وهو بعد ما طاب دست في القارورة الزجاجية وتشربوه يعني يوم العيد صباحة تبدوه يعني كل هذا الأسبوع الكامل تا يوم العيد تبغو تطيبوز وش قارورات كما هاك تطيبو وتشربوه على الريق خصوصا الأيام الأولى تشربوه على الريق ومبعد تبغو تديروه في إبريق وبعد الغداء وللحشا كي تاكلو اللحم تشربو هذا يعني شو إياها كنصف كاس كل واحد على القدرة تعالي قد هو أعشاب هذو غير ضارين يعني ما يضرو شك أخلاص فقط إخواني أخواتي نحتاج منكم يعني هاد المرة من يحتاج للايكات لولو يعني بغيت ننشر هاد يعني الأحشاب هذو يعني بش ربي يعني جاء هكا واحد يخذ الأجر يعني على كل حاجة ندو الأجر يعني فقط اليوم خصصت هاد الفيديو بغيت ندو الأجر فيه وتدعو لي على واحد الأخ تعيرها مريض بزاف تدعو لها شفاء العاجل بهذه الأيام للمباركة خصوصا لرمي صوم هذو الأيام يدعو لها فضلا منكم وليس أمر كل ما يدخل عندي للفيديو يدعي يعني 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 شفاء وشكرا لكم ربي جازكم كل خير وليحتاج أي وصفة من الوصفات على أي علاج يعني خصوصا ليني مستفيدة منهم إن شاء الله ها كل مرة وننزلكم مرة أشغال وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله مع السلام أخواني أخواتي ترجمة نانسي قنقر